التهاب المسالك البولية عند الأطفال الأسباب العلاجات ومدى الخطورة كل هذه التفاصيل وأكثر سنحاول الإضاءة عليها مع الاستشاري في جراحة الكلة والمسالك البولية في مستشفى العمادي دكتور نبيل العديني أهلا وسهلا دكتور وأهلا وسهلا بحضورك معنا أهلا وسهلا فيكم خلينا أول شيء نشرح لمشاهدينا ما هو التهاب المسالك البولية وخاصة عند الأطفال وعن أي عمر بنتكلم أنه ممكن يتصابوا فيه نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في البداية أحب أشكر أسرة تلفزيون العربي أهلا وسهلا بحضرتك أسرة برنامج صباح النور أهلا وسهلا تحت الفرصة للقاء مع جمهوركم الكريم الالتهابات المسالك البولية هي عبارة عن تواجد البكتيريا والميكروبات التي تسبب الأمراض في الجهاز البولي ولما تكلم عن الأطفال يتحدث من عمر يوم إلى عمر الطفولة المتأخرة والمراهقة إلى عمر 18 فمتى يبدأ يحصل الالتهابات المسالك البولية ممكن يحصل من اليوم الأول بسبب بعض الأطفال عندهم تشوهات خلقية تكون قابلة لوجود هذه الالتهابات المسالك البولية نعم طيب دكتور ما زال يصيب من اليوم الأول نحن دائما الأسهل في التعامل مع الأطفال الأكبر عمرا أنهم بيشتكوا بيقولون أنه عندهم ألم كيف نعرف أن الطفل حديث الولادة أو الأطفال الخدج أو الصغار جدا ممكن يكون عندهم مشكلة التهاب مسالك البولية فعلا هذه مشكلة وصعوبة في تشخيص الأطفال في هذه المرحلة بسبب عدم وضوح الأعراض المرضية وإذا حصل سوء تشخيص للحالة وعدم معالجة ممكن تؤدي إلى مخاطر شديدة جدا وهذا هو سر أهمية هذا الموضوع فمن الأطفال الرضع بيكون عندهم أعراض غير واضحة زي الحمى بدون معرفة سبب وجود حمى وجدوا أنه حوالي 7% من الأطفال اللي عندهم حمى بيكون عندهم التهابات في المسالك البولية وممكن أيضا يكونوا قي وغثيان ممكن يكون في تغير في لون وريحة وكمية البول وممكن يكون هناك تهيج للطفل بكاء متواصل وألام في البطن بشكل عام نعم إذن هي حالات ممكن تبان من أول يوم بعد الولادة في الأيام الأولى نجل للأطفال الأكبر عمرا قليلا الآن تعرفنا أنه أكيد في الأطفال الصغار جدا أو حديثي الولادة في عندهم ارتفاع في درجة الحرارة في بكاء ممكن يكون في قي ممكن يكون في تغير في لون أو رائحة البول لديهم مما ينبأ أنه هناك مشكلة الأكبر عمرا ما هي الأعراض التي تظهر عندهم الأكبر عمرا يتكلم الطفل ويقول أنه عنده حريق في البول أو حرقان ممكن يتغير لون البول ممكن يكون إلى لون الأحمر لوجود دم في البول ممكن يكون فيه حكة وتهيج في الجلد وممكن أيضا تكرار الحاجة إلى التبول أحيانا يصل إلى مرحلات التبول لا إرادي في بعض الأطفال أيضا يكون هناك ألم في أسفل البطن في حالة التهاب المثانة والألم في الجانبين في حالة التهاب الكلا وهذا يكون مصحوب غالبا مع حمى شديدة ورعشة وتكون حالة شديدة طيب دكتور تحدثنا عن الأعراض ما هي الأسباب؟ يعني ذكرت سببين في معرض حديثك الأول أنه فيه أنواع من الميكروبات ممكن تكون هي المسببة وذكرت أيضا أن يكون هناك عيب خلقي أخبرنا عن المشكلتين كيف بيكونوا؟ في البداية الميكروبات 90% من حالات التهابات المسالك البولية للأطفال وفي الكبار بيكون سببها ميكروب موجود في الأمعاء بشكل طبيعي اسمه الإيكولاي فهذا الميكروب إذا حصل تلوث من فتحة الشرج إلى فتحة البول بينتقل ويعمل التهابات المسالك البولية هناك عوامل تساعد على وجود التهابات مثل التشوهات الخلقية ومثل إذا كان الطفل مثلا يعاني من إمساك مزمن أو ما بيتناول كمية كافية من الماء أو بيأخر البول وبيهبس البول فترات طويلة أو ما في اهتمام بالنظافة الشخصية يعني يمكن السبب الأخير أنه حبس البول دائما الأطفال بيكونوا بيلعبوا بينشغلوا وما بينتبهوا للوقت يمكن تكون مهمة الكبار أكتر أنه ينتبهوا أنه بيمشوا الحمام بطريقة دورية طيب دكتور بما أنه هذه هل هو معدي يعني هنا السؤال اللي دائما الناس بتحب أنه تعرفوا التهابات البول لدى الأطفال هل ممكن أن تكون معدية في حال استخدام نفس الحمام أو غيره من الأسباب؟ ذكرنا أنه الطفل موجود الميكروب داخل بطن المريض لا ينتقل لا ينتقل لا طيب خلينا نتكلم عن التشخيص جاء الطفل إلى العيادة تبدو لديه بعض الأعراض التي قد تنبئ عن وجود التهاب في المساكل البولية كيف يتم التعامل معه والتشخيص؟ لا بد من عمل بعض الفحوصات لأنه قلنا أنه نسبة كبيرة من الأطفال ذول بيكون عندهم تشوهات خلقية فلا بد نعمل تحليل البول وفحص زراعي للبول عشان نعرف نوع الميكروب والعلاج المناسب ونعمل تصوير بالموجات الصوتية لمعرفة إذا كان هناك أي أسباب تشوهات خلقية أو غيره تؤدي إلى وجود الالتهابات بعد التشخيص الصحيح ننتقل إلى العلاج المناسب نعم أخبرنا عن العلاج في العلاج بحسب هذه الأجراءات الأولية بعد ما شخصنا واخذنا نوع الميكروب وعلاجه المناسب نختار المضاد المناسب لعمر الطفل ونوع الالتهاب الموجود عنده إذن العلاج مبدئيا عن طريق المضادات الحيوية بالمضادات الحيوية نعم نختار المضاد الحيوية المناسب بالجرعة المناسبة لوزن الطفل وبالمدة المناسبة وهنا نؤكد على أهمية أن يلتزم الأسرة بإعطاء الطفل العلاج للمدة المناسبة حتى أحيانا لا يتعالج المريض من الالتهابات أو الميكروب يكتسب مناعة ضد المضادات الحيوية فيكون هناك صعوبة في علاجه مرة ثانية ودائما نتحدث عن المضادات الحيوية بذات أنه دقة أخذها يجب أن تكون بجرعة محددة وللوقت المحدد لأنه ربما الآن أكبر سبب من أسباب الالتهابات بأنواعها وعدم التعافي منه هو مقاومة المضادات الحيوية طبعا بننصح أنه مع أخذ العلاج لابد من سواء الكثيرة والراحة التامة للطفل وإذا كان عنده حمى أو حرارة بيعطيه خافض الحرارة والحد ما تتحسن عنده المرشة التحسن دائما كم الفترة اللي بيأخذها حتى يتحسن الطفل أو تظهر عليه خلال ثلاثة أيام أو أربعة أيام بيتحسن في الالتهابات البسيطة بعض الالتهابات تحتاج إلى عشرة أيام وأكثر من العلاج طيب دكتور ما بين الفتيات والصبيان أيهم أكثر عرضة لالتهاب المسالك البولية؟ عموما الفتيات أكثر عرضة بحيث أنه من كل 12 فتاة توجد فتاة عندها يصيبها لتهابات المسالك البولية بينما في الأولاد من كل 50 فتاة هناك فتاة واحد يصاب بهذه الالتهابات المسالك البولية إلا في استثناء واحد قبل عمر ثلاثة أشهر في بداية الأيام الأولى في الطفل التشوهات الخلقية في الأطفال الأولاد أكثر من البنات وبعد عمر الخمسين في الكبار في السن بسبب تضخم البروستات نعم طيب دكتور في حال أنه تم اكتشاف المرض في المراحل الأولى وبعدها في بدايتها وتم إعطاء الطفل الدواء والعلاج اللازم بما أن هذا المرض يكون بسبب عيب موجود في الطفل هل يمكن أن يتكرر أم الشفاء منه يكون تام؟ بالضبط أنه إذا كان علاجنا السبب هنا لن يتكرر بالنسبة للتشوهات الخلقية مثلا هناك تشوهات زي تضيق مجرى البول أو تضيق الجلد المحيط بفتحة البول وهذا يزال أثناء عملية الطهارة أو الختان وهذه العملية تقلل نسبة حدوث الالتهابات في هؤلاء الأطفال أيضا لو في مثانة عصبية أو ارتجاع البول من المثانة إلى الحالب أو انسداد مجرى البول بالصمام الإحليل الخلفي أو تضيق في الوصلة بين الحوض والكلية هذه كلها الأسباب الأمراض الوراثية تؤدي إلى الالتهابات فلابد من معالجتها ولابد من نتأكد بعد ما ينتهي العلاج بعمل الفحص نتأكد أن الالتهاب انتهى ونعطي إرشادات للعائلة بحيث قمنا شرب كمية كافية من المياه النظافة الشخصية عدم تأخير البول عن حاجته وممكن حتى الأشراء توجه الطفل أنه كل ثلاث ساعات أو أربع ساعات لازم يتوجه للحمام ونظافة الشخصية ومعالجة الإمساك إذا كان من نعم طيب دكتور سؤال الأخير في حال لم تتم معالجة المرض أو تم إهماله أين تكمل خطورته إلى أين ممكن أن يؤدي هنا البيت القصيدة إنه إذا كان الالتهابات ولم تعالج بطريقة صحيحة وتشخص بشكل مبكر ولا تعالج بشكل صحيح تكرار الالتهابات قد يؤدي إلى أن الالتهابات تنتقل من المثانة عبر الحالب بما يسمى الارتجاع أو الارتداد المثاني الحالبي وإذا وصل إلى الكلة فيؤدي إلى تليف أو ندبات داخل الكلة مع الوقت تؤدي إلى ظمور هذه الكلة وفقدان وظيفتها وما يسمى بالفشال الكلوي لا سمح الله في حالات الالتهابات الكلة الشديدة قد يؤدي إلى وصول الميكروب إلى الدم وما يسمى بالإنتان الدموي أو السيبتسيميا والسيبتك شوك التي هي الصدمة الإنتانية التي قد تؤدي للوفاء لا قدر الله فهي ضعفات خطيرة لمرض بسيط ممكن معالجته بصورة سهلة بصورة وسهلة جدا وبالتالي الأفضل عند ظهور أي من هذه الأعراض على الأطفال التوجه إلى الطبيب مباشرة للوقوف على أسباب المرض ومعالجتها كما تفضل دكتور في وقت مبكر شكرا جزيلا لحضورة معنا دكتور نبيل عديني الإخصائي في جراحة الكلة والمسالك البولية في مستشفى العمادي شكرا جزيلا لكم شكرا لكم